أغلقت معظم الأسواق الأوروبية على نوع من الاستقرار مساء هذا الجمعة فقد سجل مؤشر داكس في بورسة فرانكفورت 0.09% أما مؤشر كاك أربعين في بورسة باريس فسجل 0.08 محققا أكثر من 3000 نقطة استقرار مماثل سجلته بورسة مادريد لشبنى وميلانو وتراجعت العقود الأجل لخام برانت أكثر من دولار للبرميل الواحد مع دراسة المستثمرين لاحتمالة طباط الطلب على النفط حيث نزل سعر برانت بأكثر من دولار أي 110.08 دولار للبرميل الواحد أما سعر ذهب فوصل إلى 1659.35 دولار للأنصة وسجل اليورو تقدما مقابل الدولار